سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الشهادات المستخدمة نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات من ثم نقوم بالضغط على مقياس الحيوية والحماية من ثم نقوم بالضغط على ضبط الآخر للحماية وبعدها سوف نقوم بالضغط على شهادة المستخدم وهنا سوف تجد جميع شهادات تثبيت أي شهادات المستخدمة وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زي اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة